ازيك يا شباب عاملين ايه? ربنا معاك يا رب. لكل جوايا دي انكبروا. ومش معنى ان البداية كانت وحشة شوية فان الباقي الطريق والنهاية هتبقى كده. بالعكس اللي جاي هيبقى اسهل والطف من العدة ده بكتير ان شاء الله. سنة اولى ما هي الا مرحلة انت بتجرب فيها لسه انت لسه خانك من سنوي ودخل كلية عندك كل اسبوع امتحان وانا اكل لها بالانجليزي. كل الحاجات دي مشاكل بتواجهنا كلنا وواجهة كل اللي دخل كلية. والسنين الجاية بتبقى اسهل والطف عشان انت بتبقى تعلمت خلاص وعرفت هتزاكر ازاي. عرف تتنظم وقتك ازاي والى اخر. فنجدد نيتنا. نجدد شغفنا من تاني. اللي جاي اسهل واجمل. ما نقولش ان البداية كانت وحشة فالباقي هيبقى وحش. وربنا معانا ان شاء الله لو عملنا اللي علينا. فعلشان ما تقولش عليكم هنتكلم نارد سنعنا عن عشر سبب من اسواب التعنيه وهي الانتميبة استوليتيكا. من اسمها انتميبة يعني من نوع من انواع الاميبة والاميبة دي نوع من انواع البروتوزور. فهنتكلم بسيطة كده عن ايه هي البروتوزور. البروتوزور دي نوع من انواع الكائنات وحيطة الخلايا. احنا عارفين الكائنات وحيطة الخلايا زي الفيروسات والبكتريا بس دي نينجا شوية. نينجا شوية في ايه? اول حاجة عندها حاجة اسمها ترون نيوكليس. ترون نيوكليس يعني بتاعدتها النواة بتاعدتها اللي هي دي بتبقى متحوطة في غلاف كده بيبقى محوطة. تاني حاجة عندها لكل اللي هي عايزها. عندها لكل الوظائف اللي هي استعملها. عايزها طاقة مسلا عندها ميت كوندرا عايزها بروتينة عندها مي بسومز وإلى آخر. فقلنا عندها وعندها تالت حاجة عندها فبالتالي هي مش نباتة. نوس الول لا زي يعني احنا عندها ده الخلية. ده اسمه ففي النباتات بيبقى في زيادة للحماية اكتر بيبقى كده. ده مش موجود هنا فبالتالي هي مش نباتة. يعني اول حاجة هي مش حيوانة علشان هي كان واحد الخلايا والحيوانات آآ خلايا كتير يعني مع بعض مش خلايا واحدة. فهي مش حيوانة علشان هي ومش نباتة علشان ما عندهش سلوول. اخر حاجة هي بتتغزع زي ايه زي جلوكوزة حاجات جهزة. ما بتكونش هي لسه من اول جديد. فبالتالي هي مش نباتات. نوبلا نوت بلانت. ومش الجيالجي دي يعني اللي هي الطحالب. فاحنا عارفين ان النباتات يا لسه بتاخد العناصر وشافه بناء ضوءي بتعطي كونية. لا البرونتزورة بتتغزع على حاجات جهزة زي جلوكوز والفاتس والكلام ده كل. طب ده كده بتاع البرونتزورة. بتاع بقى. في اول حاجة عندنا حاجة اسمها فايلم. فايلم دي اللي هي الشعبة. يعني مسلا نقول لك شعبة الفقريات. مش عارف شعبة الكلام ده كده. فعندنا في البرونتزورة عندنا في كزا شعبة. منها اول شعبة عندنا اسمها سامكو مستيجوفورة. سامكو مستيجوفورة. التانية اسمها ابي كومبليكسة سيليوفورة مايكروسبورة. يعني احنا قلنا عندنا سامكو مستيجوفورة ابي كومبليكسة سيليوفورة مايكروسبورة. هنتكلم عن شعبتين بس لهم ابي كومبليكسة والمايكروسبورة. اول حاجة الابي كومبليكسة دي من اسمها عندها ابيكال كومبليكس ابي كومبليكسة من اسمها عندها ابيكال كومبليكس ده اللي بتعمل به الانفجن للخلية يعني هي عز تخترق الخلية بتاعة الهوست فبتقوم عامل الانفجن بالابيكال كومبليكس اللي عندها ده المايكروسبورة بتعمل الانفجن بتيوب اللي هي التيوب دي فالمايكروسبورة بيبقى عندها بولر تيوب بتستعملها في انها تعمل انفجن للهوست سيل وفيه كمان حاجة في المايكروسبورة انها obligatory intracellular obligatory يعني الزامي intracellular يعني بنعيش جوه الخلية بس ما تعيش برا الخلية او بين خليتين لا هي هتعيش جوه الخلية بس وده الزامي مش بمزاجة طب لو طلعت برا الخلية بتكون حاجة اسمها سبورنز عشان تحميها فهي سبورن فورمينج بتكون سبورنز obligatory intracellular طب فيه تأسيمة تانية فيه تأسيمة تانية على حسب هي بتتحرك ازاي فبالتالي تأسيمت لتلات انواع اول نوع الاميبة الاميبة بتتحرك بحاجة اسمها سودوبودية سودوبودية يعني اقدام كاذبة طب هي كاذبة ليه سودو يعني كاذبة طيب هي كاذبة ليه عشان هي اساسا مش اقدام هي السيتو بازم مثلا دي اساسها بتبقى مدوما فهي عايزة تتحرك مسلا من هنا اللي هنا فالسيتو بازم بيقوم يتمدق كده ويعمل البروجيكشن ده زي قدم كده فيتحرك بيه ولما يوصل ترجع مدوما تاني فعشان كده اسماها السودوبودية دي ممكن تبقى واحدة ممكن اتنين تلاتة كده يعني طيب الفلاجيلا دي شكلها ايه? شايفين الخط الطويل ده كده? هي دي الفلاجيلا. حتى اللي غويا بيبقى اسمها الصوت او الكرباج هي بتبقى طويلة كده اللي هو على الحبل الطويل ده. دي اسمها الفلاجيلا. ده بتالت نوع اسمه السليت. السليت دي زي الفلاجيلا بس اقصر وعددها كبير. يعني زي ما احنا شايفين هنا هي قصيرة اهي. وعددها كبير كبير قوي. وبتبقى محتوطة ببترن معين. محتوطة بنمط معين. فالسلييت دي بتبقى هير لايك شبه الشعب. شبه الفلاجيلة بس شورتر واكبر في النمبر. اكبر في العدد. وابتبقى محتوطة بموديوليتنج باترن باترن معين. طيب اخر حاجة هنتكلم عنها في البروتوزوة اللي هي اللايف سايكل. هنتكلم عن اللايف سايكل من ناحيتين. اول ناحية الهوست. الهوست ده اللي هو المضيف. اللي هي الكائن اللي البروتوزوة دي هتعيش فيه. ممكن تبقى بتحتاج كائن واحد بس وفي الاغلب بيبقى البني ادم. في حالة التكاسر بتاعها بيبقى يعني مش محتاجة زكر وانسة. هي واحدة بس طيب تنقسم بقى مسلا اللي هو الانشتر السنائي اللي بين الانفيشان والكلام ده. او ما يتوزي. الكلام ده يعني. اول حاجة في لف سايكل انها تكون عايزة بس. ممكن تبقى محتاجة زي زي مسلا بلازموديوم الملانية اللي كنا اخدنا في الاحياء. بتبقى محتاجة المان والموسكيتو اللي هي البعوضة. ففي حالة المان بتتكسر زي ما قلنا في حالة اما في حالة البعوضة بتتكسر يعني وهي جوه الانسان بتتكسر وفي حالة انها جوه البعوضة بتتكسر يعني محتاجة زكر وانسة. فدي اول حاجة من حيس التاني حاجة هتبقى من حيس الاشكال الاساسة اللي هي بتعيش فيها. فهنا عندنا اول نوع اللي هو التروفزويد. التروفزويد ده كائن الحي. ده الصورة الحية من البروتوزويد. ده اللي بتاخد الغذاء من الميديا اللي هي عايشة فيها. طب بتاخدوا ازاي بتاخدوا في دفيوجين الدفيوجين الهي cómo الغزائي有 �لون الأعلى للتنكيز الأقل. يعني مثلا دي البروتوزوفة. في هنا هالجلوكوز بس أليس. وفي الميديا اللي حوالها فيه جلوكوز كتير فالديفيوجين ان الجلوكوز الكتير يتنقل من التنكيز الأعلى للتنكيز الأقل. فيه البديو سيتوزس والفاجو سيتوزس. البديو سيتوزس والفاجو سيتوزس يعني مثلا الخلية هي والأكل هو فالسيتو بيقوم طالع. جاي محاورة الاكل ده ونضمه ونرجعه الخلية تاني. فدي اسمها فاجوسايتوز. طيب لو بدل الاكل ده في مياه هتبقى اسمها بينه سايتوز. يعني التروفوزويت دي الصورة الحية اساسة من البروتوزور. ودي اللي بتتغزى وبتبقى وبتاكل مسلا بكاس صورة زي بينه سايتوز او فاجوسايتوز. طيب لو التروفوزويت دي خرجت لبيئة مش ملأمة فبتبدأ تتحول لسيس. السيسي اللي قلنا منحس الهوستسينجل او توست. منحس الاشكال اللي هي بتبقى موجودة بيها. هي بتبقى موجودة بصورة تروفوزويد او سيست. كده اتكلمنا وقلنا مقدمة سريع عن البروتوزور. نبدأ بقى في الموضوع بتاعنا وهو الانتميبة هستولوتيكا. هنتكلم عنها في ايه? هنتكلم العناصر بتاعت اي برازات المرمفولوجي واللايف سايكل الباثولوجي كلينيكال منفستيشن دي اجنوز وتريتميت وكنترول. نبدأ بقى بسم الله رحمة رحمة رحمة. اول حاجة الديسيز. الديسيز هي هتعمل اميبيزيز بما انها اميبة يعني هتعمل اميبيزيز او اميبيك ديزينتري. دي نعرف معناها دلوقتي عشان هنحتاجه قدام ديزينتري ان هيخش الحمام كتير بس بدل ما هيخش وينزل سطول هيبقى مكان السطول في بلد في دم في ميوكس اللي هو مخاطن كده يعني يعني السطول هيبقى شوية واغلبه اغلب الحمام هيبقى دم وميوكس وكده. فالمهم الديسيز هي تعمل اميبيزيز واميبيك ديزينتري. بعد كده موجودة في موجودة في كل العالم مينلي في الترابيكال والسبترابيكال اريا. اللي هي المناطق الاستوائية والتحت استوائية. فاحنا قلنا تبقى موجودة في كل العالم مينلي في الترابيكال والسبترابيكال اريا. بعد كده هنتكلم عن مرنفولجي. احنا زي ما قلنا في المرنفولجي بتاع البروتوزوة ان في اتنين. بس هنا وهي لما الترنفوزويت بتتحول للسيست هتعدي بستيج قبلها اسمها البني سيست ما قبلها السيست يعني نبرافولج عندنا تلاتة ترنفزويد بني سيست والماتيور سيست الكلام اللي قلناه هناك في الترنفزويد والسيست هو هو اللي هنقوله هنا نبدأ اول حاجة بالترنفزويد الترنفزويد زي ما قلنا دي الصورة الحية من الانتميبة فدي الاكتف موتايل فيديج ربروديوسنج استيج حجمها من خمستاشر لستين مايكرو او من طمنتاشر لتلاتين ايه زي ما قلنا ان على حسب الحركة الاميبة كاد بيتتحرك بالسودوبودياилли هيدي كده طب السيتوبلزمة بتاع بناسم الجزء ايه؟ جزء برر اسمه اكتوهبلازم و زي ما قلنا في الاول كده ان في الفجوس هيتوز السيتوبلازم هو اللي بيطلع يقوم واخد للأكل ودخل تاني فالجزء اللي برا هو اللي بيعمل كده الاكتوه ب oczywiście الكلام ده اللي جواه بقى اسمه الاكتوهبلازم اما الاكتوهبلازم ياخد لأكل يدخله جواه لدي دخلوا في صورة. اللي هي دي الدواير دي وبقي بيبقى فيها الفود اللي السيتوبلازم تخده بيبقى فيها مثلا بتاعة الوست وفها بكتيرية مثلا فيها اليوكوسايت او كده يعني. اخر حاجة النيوكلاس ونيوكلاس زي ما احنا شايفين سفيريكل في الشيبي بيبقى فيها شايفين نقطه الصودة دي دي سنترال كاريسون سنترال موجودة في النص هيه دي اسمها كاريسون والنقطة الصودة على الاطراف دي اسمها كرماتين نيو كلاس في الشيب حجمها تلاتة وسبب من عشر مايكرو فيها سنترال كرنيوسوم وبريفرال كروماتين فدي اول حاجة التروفزويد بعد كده قلنا هيبقى فيه البرنسيس البرنسيس دي هيحصل فيها ايه احنا كان عندنا في التروفزويد فيه لارنج سيديو بوديا السيديو بوديا دي احنا قلنا انها السيتو بلازم هو اللي بيتمدد ويعمل اقدام كاذب عشان التروفزويد تتحارن فالسيتو بلازم يرجع مكانه تاني ترجع روندت زي ما هي السيديو بوديا هيحصل لها وثدرو هترجع تاني وهتبقى روندت تاني والفود فاكيوز بقى هتروح فديفويد اوف فود انكلوجينز او الفود فاكيوز دي فده هيدينا البرنسيس لسه نيو كلاس واحدة زي ما احنا ايه بعد كده الماتيون سيست الماتيون سيست دي حجمها من 10 ال 18 مايكرو بتبقى يونة في الاول بتبقى نيو كلاس واحدة عشان هي نيو كلاس واحدة فالماتيون بتبقى في الاول نيو كلاس واحدة النيو كلاس دي هتنسم انقسام مايتوز تاني الوحدة دي هتدي اتنين والاثنين دولار كل واحدة فيهم هتدي اتنين فالاطق عندنا في الاخر هيبقى اربع يعني هتنسم بالم öğتوتك ديشان بتدي نقارن ما بينهم كده على السريع. الترفزويد كان عندها مكانش عندهم سودوبوديا او الترفزويد كانت من خمستاشر لستين السيست كانت من عشر لتمنتاشر الترفزويد والبنسيست كانت كل واحدة نيوكليس واحدة اما السيست كانت فور نيوكليس بعد كده نتكلام عن الموضوع وباختصار انه ده كان اكل مكونتاميناتد بالماتيون سيست يعني اكل ملوس بالماتيون سيست دي فالماتيون سيست هتخشت لغاية ما توصل للارج انتستين تبدأ تتحول للترفزويد طيب السيست دي هتتحول للترفزويد احنا قلنا ان السيست فيها اربعة نيوكليس كل نيوكليس من دولة هتعمل ترفزويد يعني الماتيون سيست الواحدة تطلع اربعة ترفزويد طبعا هو مش هيكل اكل فيه سيست واحدة فما علينا هتتكون ترفزويد الترفزويد تبدأ تنقسم وتدي ترفزويد كتير فهتوصل للارج انتستين التروفزويد هتقوم عامل ومختنقى الول بتاع اما تختنقى الول بتاع هتعمل لنا ايه قلصر فتعمل قرحة في الجدار. ممكن وممكن. ممكن تفضل في الجدار زي ما هي. ممكن تكمل لو الارجانزم ده قوي بقى او العيان مناعته ضعيفة. تكمل لغاية ما تخش في الكابلري اللي هي الاوعية الدموية وتخش بالبلاد بقى وتمشي بالبلاد توصل لارجانز تانية. يعني احنا قولنا هتخش تتحول للتروفزويد التروفزويد تختنقى خاصة السيكم. ممكن تفضل في الول زي ما هي. وتفضل في الالسرن زي ما هي. او ممكن انها توصل للكابلري وتمشي للارجانز التانية. طيب التروفزويد ده هتفضل تنقسم تنقسم تدي تروفزويد تفضل جوه الجسم وتروفزويد تانية تخرج في الستول. التروفزويد اللي هتخرج في الستول دي قبل ما تخرج الظروف اللي حولها كده ما بقتش ملقمة. فترجع تتحول لسيستي تاني. السيست اللي هتخرج تجي فلايت وام واخدها موديها على اكل تخليه واحد تاني يتعدي الاخرية وهكذا. فعندنا كده احنا قلنا ان ده كالاكل فيه سيست. فالفور نيوكليتد سيست طب هو كالاكل كالاكل ملوس. طيب ايه الهبيتات? يعني السيست دي اما دخل الجسم الانسان راحت فيه? راحت على خاصة السيكم. السيكم اللي هو الحيطة دي كده. يعني هي راحت في اليوم بتاعة خاصة السيكم. طيب لما نيجي عايزين نعمل بتوعها? هنلاقي ايه? بتوعها? هنلاقي سيست او التروفزويت. الاتنين ممكن نلاقيهم. طيب ممكن نلاقي الاتنين ازاي? انت عندك عايز وقت عشان التروفزويت تتحول لسيست. قلنا ان هيحصل وممكن ما حصلش تزينتري. ان انت هتخش الحمام كتير من عشر لعشرين بقنا في اليوم. لو دخلت الحمام كتير كده ما فيش وقت التروفزويت تتحول للسيست. فبالتالي انت هتلاقي تروفزويت في الستور. طيب لو ما دخلتش الحمام كتير كده فيه وقت ان التروفزويت تتحول للسيست كده تلاقي سيست في الستور. فكده الاتنين دياجنوستيك استيج. الاتنين هنلاقيهم ونقدر نعمل ويوم دياجنوست. طيب بعد اللاف سايكل هنتكلم عن الباثولوجي. احنا قلنا انها هتختنق الول فهتعمل ارصب. فدي اسمها انتستاينال اميبيازيس. او انها ممكن بعد ما تختنق الول تروح للكابيلة تختنقها هي كمان وتمشي بالبلد تروح لأوريغانس ثانية كده خرجت مرة الانتستيم. فاسمها اكسترا انتستاينال اميبيازي. الانتستاينال اميبيازي زي ما قلنا انها يحصل انفجن للانتستاينال وال. فهايعمل الاسر اسمها فلاسك شاب ديالسر. يعني ايه فلاسك شاب? يعني جاية دياء من فوق ووسعة من تحت. زي الصور دي كده. دي الاسر هي. جاية دياء من فوق بس وسعت او من تحت. ودي جاية دياء من فوق ووسعت جدا من تحت. فدي اسمها فلاسك شاب. وده ده اول ليشن بيحصل في جسم الانساني. يعني احنا ما قلناش هتخش تعمل حاجة في جسم الانسان دي اول حاجة نقولها تعملها. بعد كده الاكسترا انتستاينال اميبيازيس دي بتحصل سكندر للبرايمير ليشن. سكندر لها ازاي? يعني بتحصل بعد ما ده يحصل اساسا. عشان احنا قلنا ان التروفزوية ده تخش توصل للكابلر بيتمشي في البلاد. طب لو هي اساسا الالسار دي ما حصلتش هي هتوصل للكابلر ازاي? يعني بيحصل بعد ما ليحصل. طب التروفزوية دا الدخلت في البلاد دي دي هتروح فيه؟ ممكن تروح للليفر. ممكن تروح لللونج. ممكن للبراين. فلما تروح الا ايئا كان المخينة اللي هتروح يعني هتعمل فيه ابسيز. وده كده الاكسترا انتستاينال امي بيز. طيب ايه الكلينك الالي هلاقيها? منفستشى للانتستاينيال ومنفستشى لل sat sinar اول حاجة الانتستاينيال خمسة سبعين في فالمية من الكازيس بتبقى اسمتوماتيك في الاساس يعني يعني موقت خمسة سبعين في المية من الناس اللي كانوا تأكل كنت التبقى منتدى بتتكون اسمتوماتيك وما بيزررش عليها اعounds those طيب الابقي وبقي هايزر عليهم اماذا الامبايزيس وديسنت频 امبييزيس الجواب بقياه من عنوانه يعني مافيش اللي احنا قول لها من شوية يعني فيه لها اسم تاني كرونيك اميبيازيس. اما اسمها اكيوت اميبيازيس. طيب نبدأ بالكرونيك الاول. بيبقى فيها ايه? بيبقى فيها ديانية اسهال ابدون الكرامب بطنه واجعة شوية. دي اللي هي بطنه بتبقى مليانة غازات نوزية نفس غامة عليها. انا واجزة مالوش نفس اياكل. بس اهم 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 حاجة ان في السطول. السطول ما بقاش فيه بلاد. عشان دي مفيش ديزنتري يعني مفيش بلاد وميوكس في السطول. كرونيك ليه? عشان بتبقى كتير بتبقى ميلد وسيفير. الديارية ممكن تبقى موجودة ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى ديارية اوقات لو لو ما تعالجتش هتتحول للاكيوت اللي هي يعني اول حاجة او دي احنا قلنا بيبقى فيها اهم حاجة في السطول. طيب دي بتبقى بخمسة في المئة من الكيزيس يعني خمسة في المئة بس من الحالات اللي بتتحول للاكيوت. دي بتبدأ بقى بدون الديسكمفورت بطنه كده مش بريحة لو سطول. السطول طاري شوية كده. بعد كده بتتحول لإسهال. بيتطار يخش الحمام كتير جدا في اليوم من عشر إلى عشرين مرة. اما بيخش الحمام ما بيبقاش فيه سطول كتير. بيبقى فيه بلد وميوكس ونكرونيكتشو. عشان كده قلنا دي تزينتر. فيه تزينتر بقى فهيبقى في بلد ميوكس نكرونيكتشو اكتر من الفيكل ماتيريا. طيب لو دي ما تعالجتش هيبقى فيه كده الاخير يعني. فدي الانتستانل بقى احنا قلنا انها هتروح ايا كان الارجن اللي هتروحها هتعمل ابسيس. راح تليفر هيباتيك ابسيس كده لانج بالمونر ابسيس بقى لاخير. وعشان نعمل دياجنوز للحالة. فقط هنحتاج نعمل يعني هنحتاج نعمل اشعر علشان نعمل دياجنوز في الحالة. طيب بعد كده ازاي نعمل دياجنوز. في حالة الانتستانل اول الحاجة هنعملها ستول ممكن نلاقي سست ممكن نلاقي ترنفزويد. ازاي بقى زي ما قلنا ان لو في ديزنتري والواحد بيخش الحمام كتير وما فيش وقت الترنفزويد تتحول لسست هتلاقي ترنفزويد. يعني في حالة ديزنتري والدائرية هتلاقي ترنفزويد. اما في حالة ان فيه ان الواحد ما بيخش الحمام كتير في وقت ان الترنفزويد تتحول لسست فهتلاقي سيست في الفورمد ستول يعني في ستول هتاخد ستول تفحصه بالمايكروسكوب هتلاقي في سيست او التروفزويد. ممكن تعمل كالشور. كالشور دي ان انت هتاخد العينة دي وتحطها في ميديا كده. فيها خاصة بالانجانزم ده. فالانجانزم هيبدأ يتكسر ويتحرك فهتشوفه بالايه بالمايكروسكوب برضو هتلاقي التروفزويد او السيست. فتعمل كالشور على سبسيفيك ميديا او تعمل منظر سيجمويدوسكوبي اند بايوبست. تعمل منظر هتلاقي هتلاقي القرح اللي حصل دي هتلاقي وتاخد نسيج عينة تفحصها انت بعدين في المعمل. اخر حاجة السيرولوجي والسيرولوجي ده مش مهمة اوه السيرولوجي ده بيعتمد على ان الانتميبة دي دخلت البلاد. فاما دخلت البلاد تكون ضدها انتبادي. فالسيرولوجي ده بيعتمد على كده. انت عندك هنا في الانتستاينل لسه الانتميبة في الوول بتاع ما وصلتش للكابلاني. عشان لو وصلت لكابلاني هتبقي ف هيا لسه في الول بتاع الانتستام لي موصلتش لكابلاني. ما وصلتش للبلاد يعني مفيش انتبادي في الموضوع يعني في حالة طيب في حالة اهم حاجة اهم حاجة ليه علشان احن قولنها بتوصل البلاد وبيت اتنيئة لان frequents ناحية يعني ده اهم حاجة طب بعد ما توصل لانجونس هتعمل افسس اشيكوش استعملir ابسز و Pokemon adolescenceforation ممكن نعمل ايه تاني ممكن ناخد شوية فليود من الابسس ده والعملية اللي احنا عملناها دي كده اسمها اسبير نيشن وينفحصه هنلاقي فيه البرازايت فهتعمل ديكتنج للبرازايت لان انت تعمل اسبير نيشن للليشن ده في المكان اللي هيبقى في الابسس يعني الدياجنوز بتاع الانتستانيال امي بيز قلنا هنعمل ستول اكزيمنيشن هتلاقي سيست او تنفزويد على حسب كالتشار او تعمل سيجمويد هتلاقي السرولجي وفليمتيد فاليو في الاكستران السرولج ده اهم حاجة طبعا الانتستانيال عشان تشوف الابسس او البرازايت من خلال انت تعمل اسبير نيشن اخر حاجة بقى التنيتمت اتعالجها ازاي انت عندك هتدي مترونيتزول او تيني دازول اللي اتنين دولار فايا كانت الاكسترانيال هتدي مترونيتزول او تيني دازول نعمل كنترول ازاي شوف الانفكشن جات ازاي وابعد عن الحاجات المتجبة يعني انت جات لك ان انت كالت فوت كنتامي نيتشن او ووتر او سيف ووتر سابلوي يعني المية تكون نضيفة ب جاري نبعدها عن المية بتاعة شوم خالص اه بتتنقل بالفلايس فانعمل فلايس كنترول الناس اللي شغالة في المطاعم بنفحصها دايما واحد عنده الانفكشن دي نعمل له علاج بقى عشان ما يعديش الناس التانية التوعي عن الناس تعرفهم المرض ده بيتنقل ازاي طيب ممكن نبعد عنه ازاي كده يعني ودي كده الانتميبة هستوليتكا سريعا وزي ما قولنا في الاول ربنا معاكم اللي جاي اجمل ان شاء الله هي بس الكابوة دي نعديها والفترة الجاية هتعدى على خير بازن الله اتمنى نوقف الفيديو ونقرأ الادايا دي ونبقى نقراها قبل الامتحان وربنا معاكم معنا جميعا